بسم الله الرحمن الرحيم من أسباب انحراف وسقوط بني إسرائيل التبعض فيما أنزله الله تبارك وتعالى وجعل المحورية لأنفسهم دون الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم لليهود آمنوا بما أنزل الله من الكتب كالإنجيل والقرآن الكريم ماذا أجابوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا من التوراة فقط ويكفرون بما وراءه يعني بما نزل بعد التوراة من الإنجيل الذي نزل على النبي عيسى والقرآن الذي هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله فالمهم عندهم ما يرتبط بهم لا ما أنزل الله تبارك وتعالى وهو الحق مصدقا لما معهم والحال أن الكتب التي جاءت بعد التوراة كتب حق تصدق ما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم وهو يعني ما وراء كتابهم التوراة حق مصدق لما معهم لكنهم كاذبون في ادعاء إيمانهم بالتوراة قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل يا رسول الله لهم إنكم تكذبون في قولكم نؤمن بما أنزل علينا فأنكم لستم بمؤمنين حتى بالتوراة وإلا إذا كنتم مؤمنين حقيقة بالتوراة فلم ترتكبون جريمة القاتل وقد نهت التوراة عن القاتل مطلقة بالصراحة في الوصايا العاشر وقتل النبي أشد من قتل غيره لذا تذكره الآية الكريمة فلم تقتلون أنبياء الله من قبل في السابق وقد نسب فعل القتل الذي صدر من أسلافهم إليهم لماذا نسب إليهم لرضاهم بذلك أو لأن طبعهم نفس الطبع أو لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله عدة مرات لذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إنما أنزل هذا في قوم يهود وكانوا على عهد محمد صلى الله عليه وآله لم يقتلوا أنبياء الله بأيديهم ولا كانوا في زمانهم وإنما قتل أوائلهم الذين كانوا من قبلهم فجعلهم الله منهم وأضاف إليهم فعل أوائلهم بما تبعوهم وتولوهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة كتابكم حرم قتل الأنبياء هذا يدل على كذبكم فلستم بمؤمنين لا بما جاء بعد كتابكم من الإنجيل والقرآن ولا بكتابكم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون هذا دليل آخر على كذبكم في إيمانكم بالتوراة كيف تقولوا نؤمن بما أنزل علينا وعملكم هذا يدل على خلاف قولكم لقد جاءكم موسى بالبينات يعني بالحجج الواضحة ثم اتخذتم العجل من بعده اتخذتم العجل إلها لكم من بعده يعني من بعد مجيء موسى بالبينات أو من بعد ذهابه إلى الطور فهذا دليل آخر على عدم إيمانكم بالتوراة والحال أنتم ظالمون لأنفسكم في عبادة العجل فكيف تدعون الإيمان بالتوراة والحال أنكم خالفتم التوراة في أهم الأمور اللي هي عبادة الله تبارك وتعالى فعبدتم العجل هذا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى وبالنسبة إلى رسل الله اللي يجب عليكم اتباعه ولكنكم قتلتموه فهل أنتم مؤمنون كلا أنتم ظالمون وفي تأويل هذه الآية ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم في علي يعني بني أمي قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني في قلوبهم بما أنزل الله عليه ويكفرون بما وراءه بما أنزل الله في علي وهو الحق مصدقا لما معهم يعني علي وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين